سفر الإمارات يعمل حفلة والنيابة أمرت بالأبض عليه عصام صاصة في ورطة كبيرة عصام صاصة رغم الأزمة الأخيرة كان عنده حفلة في الإمارات يوم الخميس وعملها فعلاً والناس قالوا ده مش فارق معلمات وتهاجم جداً والمفاجأة أن صاصة عنده حفلة تانية النهاردة السبت في الإمارات برضو بس النيابة أصدرت قرار بضبطه وإحضاره وده طبعاً عشان القضية والتحقيقات وحسب كلام بعض المواقع الصحفية واللي لسه مش أكيد لحد دلوقتي وما فيش مصدر قضائي ليه إن عينت تحليل المخدرات طلعت إيجابية طب هل حفلة صاصة هتتلغي؟ الإجابة لا الشركة المنظمة للحفلة أعلنت إن الحفلة هتتعمل عادي جداً ومن المفروض إن صاصة يسافر بعدها مصر ويسلم نفسه وده كله حصل بعدما النيابة أفرجت عن عصام صاصة بكفالة 30 ألف جنيه ترجمة نانسي قنقر